ملهمة جدا 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 يعني انه انت واحد ربنا سبحانه اعطاك ما لم يعطي الاخرين فالاخرين مش بيقرروا ان هم لا يتبعوك حتى او يعني يكونوا جنبك او يعني الناس اللي معاك ولكن بيشوفوا انه طب نستفيد منه لا برضو بيشوفوا انه تعالوا نخلص عليه فسبحان الله فكرة انه الوحش اخواتي او صاحب الذن المصر عليه بيبقى ملوش نفسي يشوف اللي حسب منه بل ان اللي حسب منه ده بالنسبة له مرعب جدا يعني انت انسان مجوب معايا في نفس الظروف مجوب معايا في نفس المكان تحت نفس المعطيات وتحت نفس المغريات وانت حلو انا وحش لان انا اسف جدا مفعش ايه ده حلو او السيغة دي فسبحان الله طب اعمل ايه اعايز اخلص منك وكمان قد اكون رقيق القلب انا مش عايز اموتك ولا حاجة بس انا عايزك تبعد عني ما تبقاش في المكان اللي انا فيه على الان ما تفكرنيش ان انا معاصل ما تفكرنيش بوحشتي يا عم يعني عايز اخلص منك فلما يخلصه من سيدنا يوسف ويمر بسلسلة اتلاقات غير طبيعية كلها بقى يعني سجن ومش قصة وحدوتة يعني وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يورينا انه عاش وحدة وحدة شبه اللي انت هتعيشها لو انت قلت انا عزمش في طريق ربنا اللي كانوا معاه في السجن حتى واحد منهم خلاص يعني عوقب وقتل والتاني خرج وصي فحتى فحتى ما بقاش مع احد وتناسى سبحان الله ده لم يرجعه اصلا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى فتلاقي سيدنا يوسف يكمل لغاية من ربنا سبحانه وتعالى يخلي الدنيا كلها دور ويقابل اول ناس قالوله بعد عدنا ومش عايزينك في طريقنا ولما يقابلهم يدولوا الهدية بقى برورة الله لقد اثرك الله علينا يا انه رب يد انت ربنا سبحانه وتعالى وضعك في مكان ما وصلنا للحوش طريقك انت اللي كان صح وان كنا لخاطئين والله يا دكتور انت يعني لفتها لفة تسقيفة الله العظم انا مش الله يعزك الله يرضى عنك ففكرة حتى اعترافهم في اللحظة دي بان احنا كنا غلط الجريبة جدا فاللحظة دي لحظة رائعة انت في لحظة دي سيدنا يوسف خد كل يعني انت الرب رسو حياته على اختارك من وسطنا طب انا عندي سؤال يعني بما اننا وصلنا لغاية هنا هو لازم انا عايش اللقطة دي في الدنيا يعني لازم هتحصل ايه رأيك يا يسير اه لا مش شرط هو انا كده كده هعيشها بس مش شرط في الدنيا مش شرط في الدنيا لكن ايه اللي ممكن يحصل يعني ممكن لحد اخر يوم في عمري ما شوفش اه ما شوفش نتيجة القرار اللي انا اخدته ده بس مما لا شك فيه ان انا هشوف النتيجة دي في الاخر ولا ممكن حياتني اول ايه سبحان الله تخيل انك تسمح في الاخر يا شيخ محمد تخيل انه يقف بجانبك من لفظك في يوم الايام وبعدك في يوم الايام ورفضك في يوم الايام ويوم القيامة يقف امامك ويقول لك طالله لقد اثارك الله علي في ايه ينادونهم المنكم معكم نعم يجيلوا يقول ايه ما احنا انا صاحبك يا ابن انت من الداع انا حسين اللي كنت معاك واشاعدتها قالوا بلى اللي كنت بزاونة كنت اقول عليك عم الشيخ قالوا بلى ولكن لكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغردكم الامني حتى نجاء امر الله وغركم بالله لغرور سبحان الله يا دكتور اذا اذا الحلمات اه حلو سبحان الله فتجد الله عز وجل بيربط على قلبك نعم يعني بيديك انه انت في يوم من اليوم هتسمع ده تخسرش حاجة لازم نتعلمه انه في ادب عظيم رد سيدنا يوسف ايه ده ايه بقى اه شوف بقى لما جم قالوله اه لما جم قالوله اه خلاص بقى يعني طالله قد اثرك الله علينا اه وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ورحموا الرحمين اللحظة دي مش لحظة انتقاء اه يعني سبحان الله عرف في الدنيا مش لحظة انتقاء ده انا بقول لك يعني ولا حاجة حصل خير مهم ان انت رجعت وخلاص بزبط لان انا كان يهمني اصلا ده من الاول ان انت تشوف ده يعني تشوف ان هو اه تمشي في طريق الخير انا مش عايز لك اي حاجة وحشة وما كنتش بتمنى لك ان انت تخش النار مثلا سبحان الله ولو في الاخرة انت عارف من جمال تديونك ان انت مع نفسك درقتي تقول يا ربي وحتى اللي بعدني وقال يعني خلاص انا مش عايز اشوفه ولا عرفه اللهم يا رب يغفر الله وساعتها في يوم الايامة بيبقاش داخل النار يبقى يا عم في درجة من الجنة يشوفنا انا اعلى كده وانا شفاعله ويجي معايا الدرجة الاعلى بإذن الله فسبحان الله الاية دي بتمث قلبي جدا بحس انه لا اله الا الله من عاش مع الله هيلقي درجة عالية جدا سبحان الله في الدنيا وفي الاخرة وهيشوف بعينه ويسمع بودانه اللي بعده في يوم من الايام وللفظه في يوم من الايام ويقولوا طالله لقد اثرك الله علينا الله نعم نعم جزاكم ناكل الخجار دكفر الله جزاكم ناكل الخجار بلدك